جواز الزن الجواز ده انواع جواز الزن يا حبيب تقريتا عايز على فرح بك شوف عياله وطبعا احنا نطاوع بابا وماما واخلون انشوف اللايجة واخنا بعد كده كنت نخلف وانا قد كانت معي مش عارفة عيلين فحسساتي marin الاطرفاتها فعلا بالضبط يعني احنا نطاوع ب概 وندفع بسبب الحاجات دي واخلون انشوف اللايجة واحنا بعد كنا نشوف اللايجة واخنا نغير موضوع تغير المعتقدات ده مش شيء سهل ابدا لانه دايما مثلا لو واحد راح تقدم لواحدة وكان ما اسجاوزش هو صغير يعني وصل مثلا حاجة وثلاثين وصل أربعين وصل أكتر شوية لا مهولولا والموضوع فيه إنه وكانش قاعد لغاية السنة ده من غير جواز طبعا للبنت بيبقى أكتر لو هي عدت سنة معين ده في العشرينات لو قربت على أخيرها وهتجيبي للثلاثين قالك دي كسرة الثلاثين كانها كسرة عداد يعني فلا دي أكيد الموضوع إيه اللي مقعدها لغاية دلوقت فيبقى كأنها وصمة عند الراجل أو الستن وقعد لغاية السنة ده يا أستاذ هيبة إحنا يعني إحنا في إطار الخدمة عندنا مثلا لما بنقعد مع حد أو كده في واحدة يبقى عندها 26 سنة بتقول أنا خايفة العنس إزاي تعنسي فين سن 26 سنة فهي أفكار غلط هي محتاجة توعية هي خايفة من المجتمع هو إحنا المفروض إن إحنا نعمل توعية مش ننخرط للأفكار بتاعت المجتمع طب هي التوعية ما تبقاش بقى للشباب التوعية تبقى بالأكتر للأب والأم اللي بيزنوا في البيت أو بيزقوا ناحية إقبالي أي حد عشان ما ينفعش ما تتجاوزي هتقعودي في قرابيزنا ده أنا بقولوا حركة كلام اللي بيتقال في البيوت يعني طبعا ممكن حتى الأباء والأمهات لو عملت معهم حوار يقولوا كلام غير ده يعني إن إحنا لا وبنتنا ولا حق لاختيار وبراحتها وتاخد وقتها ومشا فيه لكن على أرض الواقع بيبقى فيه الاستعجال ما هو أنا أقول حركة حاجة هو ما حدش يتغير غصبا عنه لكن اللي بيقوموا بأدوار التوعية واضحة يعني في الإعلام وفي البرامج اللي زي كده وفي الكنيس وبرضو في معهد المشورة عندنا يعني عنده ثاري بمجموعة من القرصات للمقبلين على الارتباط والتوعية للمتزوجين حاجة فوق الرائعة فده لي دور وبيحدث تغيير في أفكار كتير من الشباب فمعلش يعني برضو أنا بخاطب إخواتي الشباب إذا كان فيه ضغط ونظرة من المجتمع أنا اللي هشيل المسؤولية في النهاية وتستجيبش لده محدش هينفعك في مشاكل أنا اللي هشيل المسؤولية في النهاية أنا دلوقتي أما حس أن جوازي بيفشل هجيب المجتمع يعليج لمشكلتي لا دايما عشان كده نقول الزواج هو أخطر قرار الواحد هيخذه في حياته لأن العدول عنه صعب طبعا مش بسهولة